موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين ومشاهدي قناة الطليع الفضائية وحلقة جديدة من برنامج منشد العراق الموسم الثاني ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله ورحب أجمل ترحيب في اللجنة الحاضرة ويانا وأبدي بعميد الرواديد المل جليل الكربلاء أهلا وسهلا عليكم السلام مولاي وتحياتي لمشاهدين أفاضل ونتمنى لهم كل الخير والتوفيق وإن شاء الله دائما وأبدا كل نحن تحضل المولى صاحب الزمان آمين يا رب العالمين الله يبارك بيك كذلك أهلا وسهلا بالشيخ القارة ميفب التمار أهلا ومرحبا بيك أخوي العزيز علي وبأساتفتي أعضاء اللجنة التحكيمية وأتمنى لكل المشاركين إن شاء الله التوفيق الله يبارك بيك كذلك أهلا وسهلا في القامة الشعرية منفرد دوما على أستاذ سمير صبيح رمضان كلم عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى كل متسابقين وأتمنى لهم أحضر اليوم أحضر جميل جدا إن شاء الله إن شاء الله أهلا وسهلا بالجميل والرائع منشدة المقاومة مهدي العبودي أستاذ علي أهلا وسهلا بيك وكل الأخوة المشاركين وكذلك باللجنة وأستاذ المشاهدين الله يبارك بيك نعم أعزائنا المشاهدين بعد ما رحبنا باللجنة نشوف أول متسابق وبقوية ما لي وقفت على القبور مسلمة ما لي وقفت على القبور مسلمة قبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب ما لك لا ترد جوابنا أنسيت بعدي أخلتاي الأحباب فقال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا يا رعين جنادلا وترابي الله يوفقك إن شاء الله محمد ألف ديري اتأهلت ويانا للمرحلة الثانية كل التوفيق لك يا عزيزي نعم أعزائنا المشاهدين باقي المتواصلين وياكم فاصل ورأي أخوية هم أرجع ولاقيك وقعدي يقبالك وحاجيك من سولف صوتي عذيك يلعفتني يلعفتني راجع بقلبي سوالي ما لسير رافق الذباح أخوها لدير دير أخوية جيتي وياك ماهيوب وأميرة إشلون روحي ويا الذي ما عنده غيرة اليوم جيت أردق عيدي وياك أبلاش مر أردبتش وينعاك قل أخوية مني أرجع يلقاك يلعفتني 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 الله وفكك إن شاء الله نديم الفضل يتأهلت ويانا بمجرد ما ضغط إليك ملة جليل شفتك يعني آخر واحد ملاتي عبرت للمرور حلو أنا كنت يعني مراقبة بالأداء شوية صوتك تعبان مو الصوت اللي مريض أين بيّن عليك أدائك موفق إن شاء الله معافة مشافة أدائك كان جميل بس أنت عندك طاقة أكثر من هذه وإن شاء الله موفق ومؤيد جزيلا نديم الفضل اتأهلوا للمرحلة الثانية شوف متسابق آخر بس قوية جزيلا نديم الفضل رايح من عيوني يولي يدي تدرب هذا كار بوين طعا بمصاب بوكي الحسن عيق بوين حسن كار بوين حسن عيق بوين حسن العين ظلت تتاني الزمان انت الامل والزمان وانا وانا يا ابن الخطاف لوني شان تظور يا وعد وادعيتني شبعد رايح رايح من عيوني الله يوفقك الله يوفقك ان شاء الله يا حسين كاظم ما قدرت تتأهله يا انا المرحلة الثانية شيخ ميثم تمار شون رأيك بالاداء ابو علي حياك الله اهلا ومرحبا بك وشرفتنا من المكان اللي قصدته الى هذا المنبر الشريف ابو علي يعني متانة الاداء عندك كانت ضعيفة جدا لم تكن مستقرا ابدا في درجاتك الصوتية حتى اختيارك للدرجة الصوتية من البداية كان اعلى من المطلوب كان المفروض بك ان تهتم بالاختيار المنطقة الصوتية المناسبة اللي تبدأ فيها حتى يكون ادائك الباقي كله صحيح اتمنى لك حظ اوفر شكرا جزيلا احسين كاظم ما قدر يتأهلهان للمرحلة الثانية اعزائنا المشاهدين فاصل وراجب شكرا جزيلا يلعايش بعيوني اي وروحي من بعدك شداوي اي جروحي شكرا جزيلا ما قدع بطوة چهدي في صحيح يا اجمال حليم آيش وصد عائبي يا فرحة عمر مذخور ليسنيني ساليم راتمي اني الحامة الفيني ويوم بصاتك الدافي تناديني عاطشانه وريدي باسمتي رويني وفرشت القوب لتأكسي جادتي جبي الله يوقك ان شاء الله ناطق الصفراني نعمة أهلته يعني أسأل ملا مهدي عبودي ناطق جدا جميل وحلو بس ليش شي طلعت من هاي من التونات هاي توانت ما استقرت صعدت نزلت رحت مدر ونجيت من بدأ من يا فرحة سنيني ملا بالضبط يمكن ان ارتباك تغلب علي صار عنده صار عنده ارتباك غاي هو بالاضافة لهذا انه هو امكانية صوته جدا عالية بالامكان يؤدي بعد اجمل من هذا حسن بالمرحلة الثانية وراح تكون يمي وراح تؤدي اجمل من هذا ملا مهدي شكرا محجزتهم من يمك مو اني بالعام السابق شمتاني ما اخذ البطولة لا ان شاء الله هالمرة تساوي الى صوته احتوزى عليكم شكرا جزيلا ناطق الصفراني اهلته ويانا اعزان المشاهدين حتى نشوف متسابق اخر ما زلنا متواصلين ياكم اعزان المشاهدين ويانا المتسابق مازن السماوي حياك الله يا مازن الله يحفظك استعد علي رقم الله وردي الله يوفقك اليك الوقت حبيبي وصيدة طبعا عشر هداء رحمة الله يا الله هاي السنة بالموكبهم ضيعينكم هاي السنة ما نخدمهم تاني نكون وين وين عفتوني ليش ليش تنسوني هاي السنة مني اموتش بعد تاخذ تريد اعزاز اخوتي الموتاو ما عند عيد الشمس مينهم ويلمشوا راحوا بعيد الزفة صارت معرس زفة شهيد رحمة الله صيد الله يوفقك ان شاء الله يا روحي لاحيبهم ما شعو حيدي باتور يا روحي الغروبي يمشون بي باتشور ما كراه على الله عالعباه يروحي لحيبهم مشاوع انش بدأي يروحي لحيبهم كل التوفي يقلك يا مازن كل التوفي يقلك يا مازن شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا مازن وطبعا تأهلته يا أنا تأهلته يا أنا للمرحلة الثانية شيخ ميثم الله يحفظك استاذ علي وحياك الله مازن الأخ اللي قبلك اللي كان يمكن ناطق الشاب الصغير اختاريناه بالبداية لكن بعدين كان عنده خفاقات كثيرة فهذا ما دعانا إلى أنه ممكن ما نستعجل بعد ما أعرف كيف سبحان الله أدائكم دائما يعني ما يكون ثابت من البداية إلى النهاية والمفروض هكذا اختيار الأول يكون ثابت نعم يعني اختيار الأول وموفق لا اختيارك للقصيدة الأولى لذلك لجنة التحكيم ما كانت مقتنعة سيدة جميلة سيدة جميلة عن شو أداك ككلام ككلام جميل جدا لكن ما أداها صح نعم شكرا جزيلا مازن السماوي مع ذلك أهل ويانة مرحلة الثانية عزيلا المشاهدين ويانة المتسابق علي كريم حياك الله وحسين الله يحييك لك الوقت حبيبي موفق موفق يا حدي المراجل يا أسد فتاك لي يحلل عي تبع باس بس وياك ري داعتي بتراني بعت بات بات الخوة واسولي فلك سي واليف تحمي لي الشك لك يا أباس يلبي ازي ما يغلع يغلع عزمك كوين يوم اللي خذوني عداك خذوني عداك يا عبايا سوى نظور لي وبيح بالي لي سرمجته فامور عليك يا حفي الوقت يا أخو يا لي مخليك هنا يمع الشيري عيوانا أتنخك هنا يمع الشيري عيوانا أتنخك كل التوفيق لك يا علي كريم اتأهلت ويانا اتأهلت ويانا لمرحلة الثانية ويانا المتسابق صفاء سوادي أهلا وسهلا صفاء بك أكثر حبيب الله الله يوفقك إلى كل وقت حبيب صفاء عدنا هو يا دمعات بس ثلاث روايات ما تكفي المصابيش ما تكفي المصابيش كوني سوى لي سنين مجلس دمعة ويونين ونموت على بابيش ونموت على بابيش الوردة لمر هندي أذيها شلون تشاور دوج ذوعي عليها هاي شي تحط الهشي تداويها نموت لازم من يمر طاريه ما تكفينا آهات أستغفر الله أحسنت لك يا سانو وقفت الوقت يا صفاء لك دقيقة بعد خلت يدي هزينا بعلمتني رضا أحسنت يمكن أذي أتيتش تقيل هتش حسبالي طار ألي مت متني اشيميني سامحيني سامحيني يا ربابيش لولورا ويش متني سلسي كنا من ضربوني شاهدتني هناك فوق هناك كم مرة علمتني طيحتني طيحتني عذبتني الناق والله عذبتني الله يوفقك يا صفاء انحفر الله يوفقك يا حبيبي شكراً ويانا المتسابق كرار هادي أهلاً وسهلاً يا كرار حبيكم الله يحبك كل التوفيق إليك إليك الوقت حبيبي يا ليلة وداعا كل ساعة قوماً للماء الله شكراً أقعد أنا غيل لوليل نايم يا الولا ما شاء الله يا بعدمك يا مادلو الله غافل ولا الدليل العبدالله حاجين نايم ولا أرض الهوى يمر على ذلك قبل التطوب أركض وصيح لك جرالك أرداً فريد عني البشار يم بدلالك الله واسم الله خافي القمار يحسد جمالك وأقرأ لك الآية والآية تقرأ من الحسد ولاشك ضي والباري والباري ضمك يا الولا كرار هذه كل التوفيق لك يا كرار هذه كل التوفيق لك شيخ ميثم كرار حسنت ما شاء الله كرار أدى أداء متقن صوت مملوء بالمشاعر أداء بتلقائية جميلة جداً بدون تكلف وكذلك بارتكاز لا نظيرة له شكراً لحضرتك المقام ما خرج من المقام بالعكس مقام البيات كان مقام جداً جداً جميل أداء جداً جميل امتيار جميل شكراً شكراً أهل ويانا كرار هذه للمرحلة الثانية لكل التوفيق إن شاء الله نشوف متسابق آخر القوية نستمرين وياكم أعزائي المشاهدين ويانا المتسابق أحمد عبد القادر أهلاً أحمد أهلاً لك الله يوفقك أحمد الله يحبك أستاذ علي لك الوقت حبيبي زينب لي فات يمي حسين لكن قابع بالهم تقيل لي يا ضوى عيوني علي ما ينهل فزي عمي التم تعنت لي أهل الخامة وتفسري الصاخر وإنتها طيبت قعدتي قبالا وعال خاته دمعتها تقيل عليك ظل عمك المظلومة ومصيبتها سولي يفلي يا ماي العين لا تيخفي علي يا حسين علي يمن هال فزيع الصاب وشوف كي ثرع تجل خير كل التوفيق لك يا أحمد عبد القادر لكن ملاحظة لأخوان المشاهدين الطيبين أنا متأكد أحمد عبد القادر هاي كانيته بس راح يقولون الناس هذا مو مؤهل المسابقة ليش الأصوات الحلوة ظلمتوها أحب أوجه كلمة بكل طيبة و بكل احترام لكل جمهورنا الحبيب إمكانية أحمد عبد القادر لا تختلف عن إمكانية هاي متسابقين إجوا عندنا في برنامج منشيد العراق السبب حتى نكون منصفين في المحافظات مثلاً إجونا استاذ ميثيم إجونا من محافظة البصرة المحافظة البصرة لازم ناخذ منها فت سبعين صوت ميسان فت سبعين صوت وهم إجوا ألفين فحتى نكون منصفين فأحمد أعتقد من البصرة فهذا إن كان حتى لا نظلم الأصوات و بنفس الوقت إحنا خادمين وواقفوا قدام اللجنة أتمنى لك حظ أوفر إن شاء الله يا أحمد عبد القادر شكراً جزيلاً إليك دعنا نعلق على موضوعنا ليش ما بصبنا لك نعم حتى الجمهور يعرف يعني نعم ما بصبنا لأنه أحمد مع عجلة احترام إليك أدائك كان جداً متواضع أحسنت و كنت تسولف سوالف يعني واضح نعم و على عجلة بينما هي القصيدة شقد راكزة شقد أنه يعديها أستاذ قاسم بهدوء أدي قصيدة هذا الغريب مني أنت تسمح لي أخرها أنت الوقت بعد ما يخدمك الوقت ما يخدمك يا أحمد بس البيت على متلاح الصوت نعم هذا الغريب منياً وين أهل راحة وين ويبيع ذنيب مسمون يعني تريد بس تخلص القصيدة نفس الشي يا أحمد أتمنى لك كل التوفيق يا أحمد عبد القادر شكراً جزيلاً أعزائنا المشاهدين أحمد عبد القادر ما قدر يتأهل ويانا المرحلة الثانية نشوف متسابق آخر خليكم أنا المتسابق كرار عبد الزهرة أهلاً وسهلاً يا كرار لك الوقت حبيبي موفق إن شاء الله ما يحتاج إلاك ما رايد أزهع لك دلالي عليل ما يحمل رحيل ما يحتاج إلاك ما يحتاج إلاك تحظرين كلهن خواتي وأنا لا أهتخذني وتذهبني بثانئة ظهرك من الدير عيني تظل ورا قلبي يا عم اختنك من مستحاق خطوتك سريعة تبديل الفجيع يا جفني يسيل ما يحمل رحيل ما يحمل ما يحمل ما يحمل رحيل الله يوفقك وحظ أوفر لك إن شاء الله مل جليل ملاتي شون الخلل كان بأداء بعيد عن النص جداً بعيد عن الأداء بعيد عن المقام ما قدرت حبيبي لازم وإن تشتغل تؤدي مثل ما دينا لهم للمسابقين لازم وإن الكلام تركز علي إن شاء الله يريد لك تمرين أكثر صوتك تشتغل علي لا تنسى إن شاء الله حتى سنة الجاية إن شاء الله أنت مقوض إن شاء الله ما زلنا مستمرين إياكم أعزائنا المشاهدين وقبل لآخذ متسابق أريد آخذ من وقت مل جليل والتي إحنا متعودين إن شاء الله أنت وجودك بركة إن شاء الله أريد تسمعنا من اختيارك أي شيء حتى اللطفوا شوي للاستفادة كذلك يعني طبعاً من رخصة لا عفوان هذه فرصة كبيرة لا العفوان على توفيق من اللهم وأنا نكون بجواركم أجت من جام برحاية المتسابق أجت من جام برحاية أجت من جام برحاية أرتاحة بينما يكمل من جليل إن شاء الله تبدو بمشاركة أنا أخدم مستهل وبيت من قصيدة للشاعر الأستاذ جابر الكابل تحياتنا إلي من هذا المكان لكل أحبابنا الشعراء نعم لو قطعوا أرجلنا واليد الله الله نأتيك زحفاً سيدي يا حسين يا حسين يحسيني بصفحة واقعنا للعالم خطينا حروف ما بياني الحاضر والماضي انقارن والنتيج محروف نعم ما شاء الله تاريخين عديد أدواري الله الله وشعنا وشفنا وأكثر بعد نشوف أي وش ما نيتحمل من أجلك يا حسين من يترك حبك وينعوب مهما جرى يا ثالث القبلتين نأتيك زحفاً نأتيك زحفاً سيدي يا حسين الله الله يبرك بك شكراً جزيلاً والله طولنا بعمرك رجعتنا الأيام مجالسنا اللي كنا نقراها بالبيوت وبالغرف المغلقة رجعتنا أيام الزيارة لما كنا نروح بالسيارة ونوقف نقرأ أمام الناس الله يحفظك الله يحاق تحية حب واحترام لكل شعراءنا شعراء الإمام الحسين في كل محافظات العراق وخارج محافظات العراق من هذا المكان تحية حب واحترام لهم جميعاً إن شاء الله نرجع المنير محمد منير محمد منير هس أنت بعد الوقت تهيئ لك حصة الحصة كبيرة أنك الوقت يا محمد منير نعم فليضج الضج وليعج العج أين الحسين أين الحسين وأين ابناء الحسين أين الحسين أين الحسين وأين ابناء الحسين وأين ابناء الحسين وأسفى يا نور العيون المتلكم يموتون بكم نعيش خيرة بعد خيرة والبدور المنيرة تنذب حليش الله يوفقك يا محمد منير حتى نشوف متسابق آخر أبقويا مستمرين إياكم أعزائنا المشاهدين وأنا المتسابق علي أحمد داول أهلا وسهلا أبو حسين لك الوقت يا علي الرباب تكلم ولدها عبد الله الرضية جميل الله الله هاي واد من صفة ميت عافية غمضونا هذا الكلام ناك يا عبد الله يلا بول لي لي تفتقي بالمحسن وتحشي لي وفاطمة تلفكم سوي بالشي لي المحسنين عغيك ويتلوا لي لي حلو أبو محسن وحديك روح وسافري جروح وباشريت لحقيك رقي الحافية هاي واد من صفات ميت عافية غفظونا الله جميل الله جميل الله جميل كلام جميل جميل جولت أبو حسين الله يحب ذك يعني أول دخولكم قولت والنص رائع علي النص قدام جميل جدا الله يبارك الله به سن كل التوفيق يا علي أحمد اذهلوا للمرحلة الثانية نشوف متسابق آخر يا ليليل وداعيش لون الله الله باشير إخوتي يمشون وظلن وحد بالغربة صعبة حيرتي صعبة ناديتك يا ليلي بلوعتي وصابري جميل أنا اللي الوادي يمتيح لفبخي أخوتك الهيامي ودمعتي تجري الله وحدي من أضلي شلون ما أدري الله أودعهم شلون تحيرت بمري يريتي بدال أخوتي وادعيت عمري شلون شلون وادعهم يا واسفا حروم منهم كل التوفيق إليك يا توفيق المشعل هل اتويانه للمرحلة الثانية ولمهدي توفيقي جنن الله يحب الله مستقرارك وفدوئك الحنية نعم الحنية لبصوته هل قصيدة إلما وعدنا النجا سن طريق النجافية ها تحياتنا إليه واضح قرأ شاعرك العدود الكبير كرار بغني الجنن طريقة أبو بشير عدودنا كرار أبو بغني تحياتنا إليه أدائك كان يجنن وموفق الاختيار صح كان حج ميثم تحظى لحظى توفيق على كيف كويانه خادم ربك توفيق مقام اللامي من المقامات المؤلمة والحزينة جدا اللي ميزه وجماله بارتكازه ونهاياته وهذا اللي يتميز به أستاذنا أبو بشير لما أدى وبقية الأخوة رواديد النجف الأشرف الله يحفظهم ويوفقهم لكل خير فأنت لما أديت المقام لما أديت القصيدة ولا بينت شخصية مقام اللامي بارتكازه بشكل صحيح مثلا كاتب لك بس كاتب العجز لأنه بالعجز الحلاوة ناديتك يلي يبلو عتي وصابري صابري اسمع أبو بشير أكثر واسمع كرار واسمع الأخوة الآخرين حتى برثاني يتأدي بشكل أفضل شكرا لكم أحسن كل التوفيق أهل في المرحلة الثانية أعزائنا المشاهدين لا تروحون بعيد فاصل ورحبا نستمرين إياكم ويانا المتسابق حسن فليح الطائي أهلا حسن أهلا حسن أهلا حسن موفق بإذن الله لك الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أهلا حسن أهلا حسن اشما تطول وياك ساهير ما اميل مني البواجي حتى لو تعمل واضي احسين بسهل اليمين وما تشوف عيون باشير صدقني يا ليل القهار يا ريتك طويل دهار خايف من اشباحي القدر وراح ضال مكسور خاطير الله وفقك يا حسن فليح الله وفقك ان شاء الله اتهلت ويان مرحلة ثانية اعزائنا المشاهدين نشوف متسابق اخر خليكم ويان المتسابق رضى عبد الفاضل اهلا رضى اهلا من السلام عليكم حياك الله حبيب عليكم السلام ورحمة الله لك الوقت يا حبيب موفق ان شاء الله اه يا عباس عشرة وفي وحنان اه يا عباس اه يا عباس عشرة وفي وحنان اه يا عباس فارقنا هالزمان يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل بين الشريعة والخيم عباسكي الحالي نهدم شفت العلم طاح شفت العلم طاح بالحوم فارقني الضوة كلش اختلف حتى الهوة بالحوم فارقني الضوة كلش اختلف حتى الهوة حزام الظهار طاح حزام الظهار طاح خو يا صوتك بي انعد واني اسمعيت حيل ياخذني إلك خو يا رديت عالدرو بتشفك ياخو زيانب شفيت بالثليث مرات الله يوفقك يا رضا ان شاء الله تأهلت ويانه المرحلة الثانية مهدي اخر شي كي بس طبعا لانه اخر شي هو بده يؤدي صح من صعد بده بده بالصعود هنا انا عنده بده يؤدي صح اول مرة كان اداءه كلش متواضع بصراحة احسنت كان اداءه بسيط احسنت بعدين شوية ارتكس حافظ على نفسه بده يصعد صح بده ينزل صح وكأنه ما انطلق انطلاقة صحيحة لذلك يبس اتلعني شيخ ميثم ملاحظاتك رضا اداءه منبري بحت تركيبة الاثر كرد مع الصبا بالابيات بالجواب العالي كانت رائعة هي اللي جذبت اكثر اخواني واساتيثي في لجنة التحكيم حسنت شكرا جزيلا رضا عبدالفاضل اتأهل ويانا المرحلة الثانية نشوف متسابق اخر راجعين مستمرين وياكم ويانا المتسابق محمد حسن اهلا محمد كل التوفيق اليك تقرب على المايك ويلك الوقت يا صوب دير العين للخيمة وللناس حيهم وحيد حسين يا عازتك عباس طلبان للميدان والبلخيام نسوان يا عازتك عباس 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 هين يالك ميت اولا شاهدت تالين تتصار اخي علي الحرام لا تمشي وتخلينا كل هاذا هين يا قمار بس وحداي صعب علي انا الهضمتني من كثري البيتشي مبحوح صغتي اسكي انا دوم بعقول مذهول ومدريش تريد تقول يا عازتك عباس الله يوفتك يا محمد الله يوفتك يا محمد حسن ما قدرت تتأهل ويانا إلى مرحلة ثانية ملا جليل طبعا هو عدة استعداد جميل صوتك حلو بارك الله بس كنت مستعجب شنك يجي طاير بس اللي خلص طاير بس تريد يجي تنفض عباتك وتجهد مع انه النص جميل جدا نص جميل لحن جميل بس ادائك كان بحيث نتمنى لك التوفيق شكرا جزيلا محمد حسن ما قدر يتأهل ويانا المرحلة الثانية عزان المشاهدين نشوف متسابق اخر خليكم مرحبا المتسابق محمود الطفيلي اهل المحمود حبتي الاساتذة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ان شاء الله اليوم انا وانتم خدام الحسين المتشوقين لزيارة ائمة البقيع وقبوره سلام الله عليكم ما ضل صبر بي الروح ما ضل صبر بي الروح لازرنا الى احضار نقصدهم بي عيوم وينشمي ليترا أبني دعي ريدني لو نصلي لهم بالعمر مر طبعي يظا يلمي يشتاك ما يعري في النور بارك الله وينشمي لتبع شيت في عيد لقلبي ملشوم مني الغي والي سنين يا ربي محروم مني الغي والي سنين يا ربي محروم كل التوفيق لك يا محمود الطفيل الموفق انكاء الله حبيبي اتأهلت ويانا الموحلة الثانية يا شيخ ميثم ما شفتك عبرته ليش مع العلم هو عبر يعني هو عبر موفق الشياء الله اتمنى لك الموفقية محمود اريد اقول لك ملاحظة اللحن البسيط والبي جمل نغمية مكررة يحتاج الى متانة بالاداء ان تكونت تفتقر الى هذه المتانة خصوصا بالابيات وانا صواتي شوية والله بعد هذا شوف اللحن المستهل بنفس لحن الابيات يعني اكو تكرار بالجملة النغمية هذه تحتاج الى متانة بالاداء تحتاج الى تمكن حتى يظهر هذا اللحن بالشكل المطلوب والقول فالشيخ حمزة رحمة الله تعالى عليه اكيد ادى هذا اللحن بروعة واداء متقن وجميل واحساس ومليء بالارتكاز الصحيح لكنه انت تحتاج الى تدريب اكثر ان شاء الله موفق ان شاء الله شكرا جزيلا محمود الطفيلي اهلوا ايانا للمرحلة الثانية اعزائنا المشاهدين شوف منتسابق اخر استمرين اياكم اعزائنا المشاهدين ويانا المتسابق على صالح مهدي حياك الله يا علي الله يسلمك سال اليك الوقت اعزائنا المشاهدين اعزائنا المشاهدين اعزائنا المشاهدين يا عبدالله يا عبدالله يسهريت بيربعك اللي يربعك هتحيل لا ولا يا عبدالله يتعرجعك الداري وي الكبر سيني بسهم فقدوك يا عبدالله يميني غا يبيحلالي يبني وثي ماردالالي اهيج ما يهدمك يا عبدالله موفق ان شاء الله يا علي صالح مهدي تأهلته طبعا بدقيقة ونصف او اقل ان شاء الله ملة مهدي موفق موفق ايه جنن علي متأول ما كيف ستلوي شتك تفاعلته حبيت صوته انا سامع تسجيلات الملة باسمي الكربلائي نعم من كان يمكن بهذا العمر او شوية اكبر نعم يمكن اكدر اقول عنك كوبة بيتصرد بهاي القصيدة بهذا الاداء حضاك الله استعلم ولك مستقبل كبير ان شاء الله تحياتنا اعداء متكامل صوت اختيار حقيقي احسنت 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 اتمنى انه بالمرحلة الثانية تكون بعد اجمل ان شاء الله كل التوفيق اليك عيد هل لديك ملاحظة شيخنا؟ علي اذا تلاحظني ما يعني اداءك كان جميل اداءك منبري جميل نعم ايقاعك صحيح خالي من النشازات لكن عندك خلل بصوتك هذا الخلل ظاهر عارض مرضي لازم تتراعى هذا الامر وكذلك كان اداءك تكنيك فقط خالي من الاحساس والشعور احسنت كان اداء خالي من الاحساس شكرا الحضر احسنت شكرا جزيلا اعزان المشاهدين على صالح مهدي تأهل ويان المرحلة الثانية ونشوف متسابق اخر كونه بالإداء متسابق مشتب العداي اهلا وسهلا مشتبه اهلا ميبستاذ العداي يعني عشيرة لو اسم والدك جند الرابع احنا معرفين باسم جند الرابع تشرب تفضل يا مشتبه لك الوقت يا الله يا الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا بس النوايب رڛدتيج وحیدتزاللا شكرا جزيلا بس النوايب رڛدتيج وحیدتزاللا شكرا جزيلا انطور خبار منهم اجي حینughالسجتهم جمليا لراحت بالألم ويغن رادته أنطر خبار منهم يجي وانا على سجته جمليا لراحت بالأمان ويغن رادته يوم يمن روحتي بها الليلة رجعته يوم يمن روحتي بها الليلة رجعته مجتبة حبيبي صوت مجتبة تبدأ شوية أعلى في الطبقة تعلّب درجة أعلى شوية أعلى شوية أعلى باقي لك نص دقيقة يا مشتبة تحدّي بدرجة أعلى نفس القصيدة بس بدرجة أعلى ممكن تجاي تقول يوم يروح تقول يوم يروح الماء هاي تكمل بهالدرجة يوم يمن روحتي بها الليلة رجعته جمليا لراحت بالأمان ويغن رادته يوم يمن روحتي بها الليلة رجعته تعلّل مني بالألم عن عين بعدته الله يوفقك يا مشتبة العداي ما قدر تتأهلوا ياني المرحلة الثانية حظ أوفر إن شاء الله شيخ ميثم شنو المشكلة تشاني عاني منها مشتبة اللحن اللي يقراء مجتبة من هذا اللحن العم العم عمك عنده خبرة نغمية عمك أستاذ موسيقي أي واضح جدا الخبرة النغمية اللي عنده الملحن باختياره الموال عفوا المستهل بمقام الحجاز والانتقال الجميل إلى مقام البيات في الأبيات انتقاله جميله لكن مجتبة كان أداء متواضع لو من البداية ممكن مثل ما نوه أستاذي وعزيزي أبو مؤمل العفوس وبيل له أنه الارتقاء أعلى في منطقة أعلى يقرأ كان ممكن يؤدي اللحن بشكل أجمل أحسنت بس بعد هذا الصوت هبة من الله تبارك وتعالى في التوفيق إلى إن شاء الله مشتبة العداي ما قدر يتأهلوا ياني المرحلة الثانية نشوف متسابق آخر فاصلوا راك رجعنا وياكم ويانا المتسابق شعيب السعدي حياك الله يا شعيب السلام عليكم شوان المعنوات شعيب السلام ورحمة الله خل التوفيق إليك هذا الوقت شعيب خلني استراح هناني عم وعلي تسعباني وانا قفى حطها الدروب خليهم ينزلوني توجعني حلمتوني خليهم ينزلوني توجعني حلمتوني زحمة بشي ما بيني الغروب زحمة بشي ما بيني الغروب عم حاين شي الحادي خيليو قفتع ابني زول ما بيهم ولا واحد يحيبني زول ما بيهم ولا واحد يحيبني والله لاني شرد ولا اني اندلدر ابني والله لاني شرد ولا اني اندلدر ابني احبالهم حاجة مشدود برقابني احبالهم حاجة مشدود برقابني ادري الماني مقيديني يا ذنبيلي مسويني ادري الماني مقيديني يا ذنبيلي مسويني عزل مكتوب الله يوفقك يا حبيبي اتمنى لك التوفيق في ما الله قديك عفوا 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 ملا مهدي العبودي شوين المشكلة تشانت على الشعيب الشعيب اش قصارك تقرأ صار 4 سنة بعد شوية تنقصك الخبرة بالاختيار وطريقة الادا عندك يعني مشكلة انه قلت لك متعرف ما تندل نفسك وهي مشكلة استاذ ارتباك صح احنا هذا خلينا في نظر الاعتبار انه موضوع الارتباك والخوف والقلق وغيرها بس بالتالي هوايك المتسابقين او حتى غير المتسابقين من الشباب عندهم اصوات عندهم الامكانيات بس المشكلة وين ما يندل صوته ما يندل نفسه وين يؤدي حتى يطلع حلو حتى يبرز اجمل ما عنده فهي مشكلة هواي يعانون معده انت من ضمن دول اللي يعانون من هاي المشاكل للاسف انه ما كان اختيارك صائب مئة بالمئة حتى ممكن افتح لك المرور اتمنى لك كل التوفيق في مسابقات وخلق شكرا جزيلا الله وياك شعيب السعدي ما قدر يتأهل ويانا ويقنع اللجنة لمرحلة ثانية موسيقى جسام يا ظنوتي رايح رايح من عيوني جسام يا ظنوتي رايح رايح من عيوني ما رحمني الدهار انت نور البصار رايح 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 من عيوني يولي يديتي درب هذا قلبه انطاعا بمصاب بوكي الحسن عقب الحسن يولي يديتي درب هذا قلبه انطاعا بمصاب بوكي الحسن عقب الحسن أنت الأمل ظلت تتاني الزمن ولني على ثوب العرس تلبس تشفان اللي يتي الزمن ولأمل وهي أنا يبني انخطف لأوني اللي يتي الزمن ولأمل وهي أنا يبني انخطف لأوني الله يوفقك يا علي رسول الله يوفقك إن شاء الله وحظ أوفر إليك لكن أريد من شيخ ميثمي وضح للأخوة المشاهدين والمتسابق حتى يستفيد أيضا الله يحفظك علي حياك الله وتقبل الله أعمالك احنا قلنا نقاط عامة لكل الأخوة المتسابقين أنه هم يمتلكون الخامة الصوتية مثل صائغ الذهب لما يمتلك الذهب الأساس لكن ما يعرف يصوغ منه محبس ولا يعرف يصوغ منه عنده معضة وتمتلكون أصوات جميلة لكن ما جاي تصوغوها بقالب لحني صحيح وأدائي كذلك صحيح أدائك كان خالي من الإحساس واللحن الأساسي هو مشبع بالحزن والألم وأدائك كان خالي من هذه المفردة شكرا لحضرت شكرا جزيلا على رسول جابر ما قدر يقنع اللجنة ويتأهل المرحلة الثانية نشوف متسابق آخر نشوف متسابق قاسم الزينبي أهلا وسهلا قاسم الله أحبك سعر علي الله سمع كل التوفيق لك ربي أحبك تقرب على المايك وإلك وقت يا الله أحسن ناري بديليلي تيسعى ما تنطي في ييل أكبر والنار شيطا فيها الله تحريق قالوب راعيها ما تنطي في ييل أكبر جميل نامي برغد ويتهن يلحققيت أمالي ياثو مرغر ويو عزم هيتشي الويلد يردون ما يعيز دم الغالي للدين ضحيب دم والله ورفعيت بالعيز رأيس أدري كني عميل وايلي والقالبي تفريج هم تدري بديليلي الصعب منيلي فراغي صعب والمهجي تيسعي لها والنار شيطا فيها ما تنطي في ييل أكبر الله أدريك يا قاسم الزينبي وحظ أوفر لك إن شاء الله في مسابقات قادمة إن شاء الله مولا جري شنو ملاحظاتك على هذا الصوت والله حلو خراه أداء كان جميل الوقوف والتركيز ولكن صوتك ما كان يعني مفتوح كأن ما هي شيء خايف ناري يبدلي ليتي عسعار شوف هاي 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 ركوزات اللي مركز عليها المرحوم لازم تأديها يا ابني فرشيت لك قلبي شوف شوف التحزين شوف الأداء شوف الروم هذي هذي يريدلها شوية تصرف طاقة أكتر يعني حجي مثل ما تقول سوالف عفو ما خليلي قرأتها أداء اللي قبل أحسن زدا بسيط قرأتها في دور شكرا جزيلا قاسم زينبي ما قدريت أحلو يانا للمرحلة الثانية نشوف متسابق آخر خلو بالانتقاب ما زلنا مستمرين وياكم ويانا المتسابق كرار الأنباري أهلا وسهلا كرار أهلا وسهلا كرار ياك الله الله يبارك بيك شيخ كرار من الأنبار لا من محافظة كربلا المقدسة تحديدا مقضاء عن التمر بس هم الأنبارين يعني يعني الأنبارين لو بالكاظمية وعدنا محافظة كربلا هنو أعزتنا فاش عجب التمقتال هذا اللقاء موجودين يعني عشيرة الأنبارين في قضاء عن التمر لا في قضاء عن التمر أحسنت الله يعفظه جميعا يا كلنا واحد إن شاء الله إن شاء الله نعم كرار لك الوقت حديد الله يباريكم اهي ازما يهدىك يا عبد الله يا عبد الله يا سهري يتبير باك يا اللي يرباك يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يغي عقوب عينك يا عبد الله دهري بك سودي بسهب فيك يا عبد الله بسهم فاقدك يا عبد الله يا عبد الله يميني غا يبيه لالي يبني وثي مرد يلالي أهزم أهداك يا عبد الله موفق يا كرار موفق إن شاء الله تأهلت ويانا للمرحلة الثانية شكراً يا زيلاً أكون ملاحظة من مهدي العبودي شكراً أنا دي ملاحظة واحدة بس لو كان شوية مؤديها بطبقة أعلى يمكن يكون أوقع ويؤدي بشكل تمنيت يعلى أنا تمنيت يعلى أذرونا بس مسافة السفر يعني بس الله يساعدك بس أديتها باحتراف وحافظ الضغوط الحقيقية واللوسات وين أديتها من فلما هي بس أنا يحتاجك أنها الطبقة أعلى أحسنت كرار هذه القصيدة الرائعة للشيخ المرحوم حمز الزغير رحمة الله رحمة الله عليه اللي هي الشاعر كاظم المرحوم شاعر مالتها المرحوم سعيد الهر الكربلاي يتوهمون دائماً يتوهمون بها كاظم مرضو معدرة يعني الهر من الأستاذ لا حبيب والله مستفاد من هذا المرحومات بالعكس انتم العمالقة وانتم لا بالعكس هم دول العمالقة دول التاريخ من عبد الحسين أمو شبع إن شاء الله نصير على ما أنتم صرتم عليه إن شاء الله كرار شوف هذه القصيدة اللي هي من مقام السياقاء نعم شيخ مقام السياقاء ما يمتلك ذاك الحزن بمقدار مقام الصبع والحجاز مثلاً لكن الشيخ شوفوا من إبداعات تتعلموا هذا الدرس إنه كيف الإمكانية والقابلية والخبرة اللي تجعل من نغمة ليست مؤسسة للفرح هو يخليها للحزن عفواً هو يخليها للحزن أو هي مو نغمة مفرحة يخليها نغمة مفرحة عجبني ارتكازك في موضوع عاين عالمهد خالي هاي هو يشوف هذي هذي جملة رمية رائعة جداً عاشت إيدك عذر رمي الله يبارك بيكم شكراً شكراً نتظار الأنباط أهل ويانا للمرحلة الثانية نشوف متسابق آخر وبقوه ويانا المتسابق حسنين صباح في ليح أهلاً وسهلاً حسنين لك الوقت حبيبي موفق يبنو عالتيربان عيفتك ريمية عيني العمولى شوف ذي چلمسي يا أخو يا خيال لينك عالغبر عالغري أمغسل في ضي دمك والشيف انذر روحي بوجيت وياك وإلجي دم ساري أمشي وأديري العين للغاضرية عيني العمولى شوف كل التوفيق إليك حسنياً حظ أوفر إليك طبعاً الوقت بدأ إيداهمك وأريد أسمع من شيخ ميثم ملاحظات تستفاد منها طبعاً واضح أنه حسنياً يعني إمكانيتك متواضعة الشيخ ما كمل دقيقتين ما كمل دقيقتين بعدها ولا حد كمل عليك دقيقتين يعني دقيقتين يعني دقيقتين بقرة حبيب وينك يا صابر أيوم صارت ميسي تغرو نعش الحنينة اللي ألمين ينشا أمين نار الهجور موت شلمة تتنقى أنا حدار يلحنينة أمين ولحظتي وداعش رهيبة هذا نعشي شمدر نعشي دهنت حال المصيبة مألومة لي فاريك شايفي الواد مغريبة الله يوفقك يا حسنين الله يوفقك إن شاء الله تمليته المفروض يا حسنين هو من البداية لما قال أستاذ علي هو أول ملاحظ أول كلام اللي أريد أقوله قدت أقولك إنه أنت درجة صوتية عالية عالية كانت جداً ما مكنتك من الأداء بشكل صحيح أداءك كان بشكل صحيح بالمرة الثانية باختيارك بالدرجة الصحيحة مئتين متسابق قبلك قلناهم هذه الكلمة ويتابعونها من خلال التلفزيون ويقفون أمامنا ويقعون في نفس المطب أحسن شكراً اختار 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 واحد شكراً جزيلاً حسنين صالح قدر يتأهل لكن تأهل إن شاء الله في الثوان الأخيرة وألف مبروك إلا إن شاء الله في المواحدة الثانية نشوف متسابق آخر فاصل وراجب متمواصلين وياكم ويانا المتسابق علي مارد الخزرجي علي مارد حياك الله أعلي حبيبي حياك أستاذ علي الله يوفق كلك الوقت حبيبي من جهبتك والله شديتي انتباهي شكراً حسنا حسنا يا سوى لفن الحنين نحش بي يلا في ميزان حسناتك يا علماريد التوفيق لك التهت أهلته موفق 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 إن شاء الله في ميزان حسناتك وموفق إن شاء الله تأهلته موحلة ثانية مولة جليل هذا الشعور وهذا الإحساس أريد فد نصيحة منك العلماريد أنا يعني أقبتك على هالأولاء اللي عندك وهالأداء حلو أديت حلو إحساس بوجود يعني أنت شاربها للقصيدة وجاي القصيدة ملكة صائرة عندك فلذلك قدرت تهديها وجذبت القلوب أنا ما أقرأ أقرأ الأبو عبد الله محسن كلنا فخر بكم وهذا البرنامج أكيد هو نوجد هذا البرنامج نوجد لهذه الطاقات الشبابية الحسينية نوجد حتى يصلط الضوء على الكثير من الشباب المظلومين إعلامياً شكراً جزيلاً لأما أريد تأهل ويانا المرحلة الثانية نشوف متسابق آخر خليكم أنا المتسابق باقر رحيم عبد باقر حياك الله يا باقر لك الوقت موفق إن شاء الله شكراً بين دمعة فاطمة ودمعة رقية زيانبي احتارت يا حماي الحمية كون حانظر كربلة حتى تحمي العائلة زيانبي احتارت يا حماي الحمية حرق ويخيام ودليلي صار خيمة بيها وين الفاجدة وين اليتمة ما اجاك الصوت من صحن الظليمة والعدي طلب وانثارات القديمة والضاعن محهد إليه حتى تيحمي العادلة والضاعن محهد إليه حتى تيحمي العائلة كل التوفيق إليك كل التوفيق إليك يا باقر رحيم اتأهلته يا أنا شيخ ميثة مو اتأهل بعد بس شفتك يعني صلح لهو جاي فيقرة زين نصيحتك إليه باختصار هذه واحدة من الأمور اللي إحنا كذلك ننصح بيها الأخوة الرواديد الشعر أمانة عند الرادود هذا مو طبعا تجاوز على أستاذ أبو علي لكن أقول هذه معلومة عامة لأنه أنا أتشرف أن أكون رادود وأكون بخدمته أول ما تعلمنا وصرنا رواديد كانوا إخواننا الشعراء يعلمون أن يعطوننا قصائد للشعراء القدامة نقرأها نحفظها هي ومعانيها يعني لما أنت تقرأ قصيدة للشيخ المرحوم عبود غفلة رحمة الله تعالى عليه من يقول أردى حورب واشن غارات العتب لاشن الهاشم وعبد المطلب أو يقول يمنعين الدين ليه كربية ليه متجفة كيس الماضية يا غلب هاكثر تتحمل كروب ولابنار الهضم والذلة تذوب إشراح من عندك محورب ومحورب وهايم ويا الوحش بالبادية حورب ومحورب يعني هذا أنا أردج أسأل عبد الرضى الرادود لما قرأ شراح من عندك محورب ومحورب ما يعرف معناها أكيدا يعرف معناها هساني من أسألك شنو محورب ومحورب ما أنا متأكد ما راح تعرفها وكو معاني أخرى بالقصيدة مما راح تعرفها فأنتوا يعرفوا الشعر أمانة تقرأوه بالشكل الصحيح بالنطق الصحيح وتعرفون المعنى واللي قصد الشاعر كذلك هذه واحدة من الاعتراضات الثانية أنت أدائك أصلا كان جيد لا تخلصوا عندك ثقة بنفسك زيان الله يحفظك ويراعيك ويقوي نعم أستاذ سمير أنا بس لدي البيت الأخيرة الثار شون الثار؟ يا أخونا الثار والعداء يطلبون الثارات القديمة يعني صار تبرير للأداء صار تبرير لهم بررت لهم مو أنت قصد العفو الشاعر برر للعداء فعلهم القتلة قتلت الإمام الحسين طلبون الثارات القديمة ثاراتيش مين يا ثار؟ زينانة ممكن نقطة أبو علي يتفضل؟ هو الأخ القصيدة بين هاي أهم رسالة بين فاطمة ودمعة رقية ودمعة رقية منه فاطمة؟ أنا هسا من أقول لك علي بن الحسين ش رح تعرف من يقصد علي الأكبر لو أقصد علي الأصغر لو أقصد الإمام السجاد لا تعد الإمام الحسين تتقول بأن دمعة فاطمة فاطمة الزهراء عليها السلام لأن الإمام الحسين كان يمشي فاطمة ويقول الزينب عليها السلام ما أشبه مشيتها بمشية أمي فاطمة هذا مو هو هذا الموجه الشاعر الحجر الورقية والشاعر الكلام بس إحنا لدينا نعرف نحط قرينة تبين العليلة يعني أي يعني أحسنتي طلبون ثارات القديمة أذن مرور العبور صار تبرير صار تبرير للعدو بقتل الحسين أحسن هكذا تفسر شكرا جزيلا باق الرحيم مع ذلك إن شاء الله تستفاد من هذه المعلومات اتأهلوا إيانا باق الرحيم للمرحلة الثانية نشوف متسابق آخر خليكم رجعنا وإياكم وإيانا المتسابق حمزة البهادلي أهلا يا حمزة أهلا يا حمزة حياك الله حديدي إليك الوقت موفق إن شاء الله 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 قول شالت منا أمي العافية البيت لو ما بي سوالي فدافية قول شالت منا أمي العافية يوم أم يوم أعطشان عليك وين لك أردام تبيني ديك أمي وين أمي وين أمي من قدي الترافة كانتي تسولي فضوة دنيا له ما بيها أمك ما تحيش بيها هويل ما تحيش بيها هويل ما يشوف أمه بصباحه هويل ميتوه ما يشوف أمه بصباحه هويل ميتوه لينجريح لغابة والجرح ما يرهام دوه لي اللي تشيم ويشوف أمه بصباحه يصير مصدر للونين وللعذاب عني عني من تبجي أجي الله يوفقك يا حمزة الله يديمك إن شاء الله وتأهلت ويانا بمرحلة ثانية شيخ ميثم أنا أريد أقول إحجاية وحدة الحمزة أقول باختصار أناق بالأداء وأناق بالوقوف وأناق بالزي أجمع عيوننا صراحة مل جليل أستاذ سمير قال لك اضغط لو أنت من قناته أريد أعرف أستاذ سمير بس ماردة تعبان أنا أداء كل الجميل كان بس كنت منتظر أنه يرجع للمستهل أحسنت وجوعه وقراره واستقراره أحسنت يعني مني أعيد بالعرب والتصرف شي ميش بشي حلوة مو جاي يغير بهن ذن نعجبني كلش بالله شهادة شهادة الله يبقى شكرا جزيلا حمزة البهادلي تأهلوا إيانا للمرحلة الثانية أعزائنا المشاهدين نشوف متسابق آخر كونوا بالإنتباه ومن مبدع إلى مبدع آخر ويانا المتسابق محمد حسين المجراوي أهلا وسهلا محمد حياك الله الحمد للعلى السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم القصيدة على لسان مولاتي زينب سلام الله عليها بعد استشهاد الزهراء عليها السلام نعم دوريتي وما لقيتي دوريتي يا يم وما لقيتي يا يم يا يم يا يم يا يم يا يم يا يم وليشوفوا صباحا ما أظن همي للجمع شكف وشاني بوجودك شكف وشاني بوجودك كل شي بعدي شي يفتظى الموت والهوى الما بي حناني ترفضي لرية تشيم يلحنينة تعذبيانة يلحنينة يا يومة تعذبيانة انقطع بور عم شبابيك يومة يلعو مريك زغير انقطع بور عم شبابيك يومة يلعو مريك زغير الله يوفقك يا محمد حسين المجراو اتأهلتوا يانا بمجرد ما ضغطت لك في الأخير مل جليل كربلاي ملاتي مل جليل شنو نعجبك بصوته بآداءه صوتك كل الجميل بيدفوا بيحنية يأدي هاي العروبات كلش حلو أدائك بس يا ريت يا ريت إذا كنت تقدر لا بقى درجة واحدة تسعد يقوّل كنت نقوّل طبعا قوّلت بس كانت جوّلت كان أحلى إن شاء الله مؤفّلت بس جزاء قوّلت جزاء أستاذ سميراكم ملاحظة شعريا لا علي والله ماكم ملاحظة بس أنا من دخلنا اليوم من جينا بتصوير شفت المجراوي الخار العزيز الله يحظ الله هذا كلّ لا يحكي لا أسأل لا يضل إلى أن يجي وقف أمام الإزنين حسنت هذا دليل على ثقته بنفسه إن شاء الله كل التوفيق يا محمد حسين المجراوي اتأهل ويانا المرحلة الثانية نشوف متسابق آخر فاصل وراجعي رجعنا وياكم ويانا المتسابق عباس العيساوي أهلاً وسهلاً يا عباس لك الوقت يا عباس كل التوفيق إن شاء الله موفق حسين هذا انت الشلتك بحشاي طيح مثلي تويني وياي ما بياني الحيط وي البار ما بياني الحيط وي البار طيح مثلي تويني وياي الله مذهولة فكر بس عين تير بيالي وانا ادري جريح صدريش كثور يا ذي الله ريت تحميك لكن ما قدر تحميك الله الباب الظلع تكسيرها نفكر بك الله شفك ما بي حالي وداع شابي شي تلقيتي لقاع دمعك واي دمعي لسيت شاب ما بياني الحيط وي البار كل التوفيق يا عباس العساوي اتأهلت وياني شكرا اتأهلت وياني شكرا 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 شيخ ميثم اكو ملاحظات ضيف صوتين هو بالبداية رادي غشنا عباس من قلنا لتقرب للمايك هذا صوت شكرا شكرا ادري اكو مفاجئة جواب اكو مساحة صوتية جميلة ومدى صوتي اكو رنين بالصوت جميل احساس عميق اداء باحساس التمكنة من من التصرف بالعرب الصوتية وتوظيفها في بيان معاني الكلمات كان شيء جميل جدا وانا انحاز لقضيتي نعم انحاز لقضيتي الكلام جميل جدا والقصيدة راعة وراع جدا نعم يا مر مارك الله بيك خلص صوت حلو اختيار حلو موفق جزاكم الله احسنت احسنت عباس العيساوي تأهل ويانا للمرحلة الثانية كل التوفيق نشوف متسابق اخر خليكم مستمرين اياكم ومن مبدع الى مبدع اخر ويانا المتسابق على احمد كاظم اهلا ابو حسين اهلا بيك حياك الله موسيقى بيك 2 موسيقى المخت 사건 الملاة من الدكتة من المهم لياكم عقبك انت عقبك انت فك دي عكي وقيل اللي بابا ليا ليا بكي لدفو بابا ليبني خطيئة من تظل بلا ابو من تظل بلا ابو فك لي عينك يلوينينك طردي لي طردي لي طردي لي وسلامكم شكرا جزيلا معلومة وسطنا عزان المشاهدين الان هذا الشبل الحسيني على احمد كاظم مشارك مع والدي على الساتر نعم مشارك مع والدي التكفيريين نعم مع معارك الحجد الشعبي احتراما واجلالا تحية حب واحترام من هذا المنبر منبر منشد العراق لكل الرجال الغيارة اللي يقامون لأجل هذا البلد من أفضلنا في قواتنا الأمنية والحجد الشعبي تحية حب واحترام لهم والله يرجحهم إن شاء الله لأهاليهم سالمين غانمين بحق محمد وعلي محمد علي أحمد كاظم اتأهلت ويانا ملعد دائم أنا طبعا عدي إلك رسالة من كل أطفال العالم اللي أنت صرت السبب لإحياءهم بمقوفك هذه كانت جبهة مقابل الأعداء وداعش وأمثالهم وهي اليوم لازم توقف في جبهة المنبر الحسيني حسنت لأن ما قدروا يضغطون علينا في تلك الجبهات إجوا في جبهة المنبر والشعر والقصيدة فأنت لازم توقف تقاتل في هذه الجبهة جبهة المنبر والقصيدة والدافع عن الحسين وعن قضية الحسين وتصمد وإن شاء الله كلنا صامدون بارك الله بك شكرا جزيلا علي أحمد كاظم الشبل الحسيني تأهلوا يانا المرحلة الثالثة نشوف متسابق آخر باستمرين وياكم ويانا المتسابق غيث ماجد أهلا وسهلا يا غيث الله يحبك حبيب على الله كل التوفيق لك شط في نار غيابك الله تسعار بقالب أحبابك لتخلينه يا والينه شط في نار غيابك يا حدر خلصيت عمرك وعفيد دين يا الحزين والهم رحيت ميت صاو بيب راسك ويخضابيك يا حدرد بيمصاب أكيب السبطين ركوة وندين الله يتسهد بيمصاب أكيب السبطين ركوة وندين الله يتسهد وعفيت فجري الكرام عليك أظلام يا علي أظلام شكرا جزيلا يا غي تهلتهيانا يطيكم العافية يطيكم العافية والله جليل شفتك تبحثت ويا شيخ مهتم يا الله تمت الموافقة طبعا أدائك جميل كان حلو باك ونشاز صوت جميل حزين بارك الله بيك من بري تسعين بالمية بس أكو نقطة لازم أقول لك بيها وأنا ما بصمت بس سمحت الشيخ وعزيزنا قال لي لازم تقولها تسعين بالمية عينك على الورقة يعني أبد ما تعاينل قدامك هذا نقص بالرادود هاي نوهنا بيها طبعا أكثر من مرة أكثر من مرة أنا نوهت بيها لازم وإن الرادود تسعين بالمية ثمانين بالمية عين على الجمهور وزع وزع يقود الجمهور ويعين على الورقة شوية أنت كل عينك على الورقة هذا إن شاء الله بالمرحلة الثانية لا تتكرر إن شاء الله شكرا جزيلا غيث ماجد أتأهل ويانا للمرحلة الثانية نشوف متسابق آخر رجعنا وياكم أعزائنا المشاهدين ويانا المتسابق مصطفى السماري أهلا وسهلا يا مصطفى السلام عليكم عليكم السلام الله بك خلتي دي هزينا بعلمتني ربا خلتي دي هزينا بعلمتني ربا يمكن ذي تشدقي لجاحس بالي طاق ألمت متني جميني سامحيني 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 يا ربا بيشلولو واري جمتني سلسيك نم نضربوه شاهدتني ناقتشا مرّة علمتني طيحتني ناقتشا مرّة علمتني طيحتني عذبتني ناق والله عذبتني عذبتني ناق والله عذبتني انحفرمتني لما انطحت مني لزي مرّة أحثار أنا بجيد مرّة بي الحب الله وفقك انحفرمتني لما انطحت الله وفقك إن شاء الله يا مصطفى وحض أوفر إليك مهدي العبودي ملّاتي أحسبي يعني ما أعرف يعني ما مؤهل للقصيدة يعني مصطفى مستوى أداءك ما كان أداء تفاعلي حقيقي صح يا القصيدة إنه قصيدة سلو قصيدة هادئة يعني سامعين حنا بعد هالاسلوب هذا بس مو بهالطريقة هاي يعني أنت كأنما تسهل في سوالف ما عندك أي حركة تفاعلية حقيقية اثنيا من حولت على النص طلعت من التون الدرجة ما كانت صحيحة اللي أخذتها وهذا سبب لك مشكلة يعني بالإضافة إلى ذلك إنه معقد أنت بطبقة جدا هادئة يمكن له ما أعرف بالتالي هو الإختيار كله مو صح يعني أشوفه أتمنى لك التوفيق أحسن شكرا جزيلا مصطفى السماري حظ أوفر إن شاء الله نشوف متسابق آخر أعزان المشاهدين أحسن مستمرين وياكم ويانا المتسابق الآخر أمير الضفيري أهلاً وسهلاً يا أمير أهلاً وسهلاً يا أمير أهلاً وسهلاً يا أمير لا ينتظروه أطفاله الله بمن يرجع لي عياله لا عيني ولا شفين الله يا زينا بالعباس وفب وعده للميره حيورات جودة يرده بس هذا دم عنا على جودة تبده ما يرجع ويروي الريض عيب مهده رد من نعضي دحسياً لاتني جدي جودة وين ودالي جدمي بداله بمن يرجع لي عياله لا عيني ولا شفين الله يوفقك يا أمير الضفيري شيخ ميثم الله يحفظك هل أدى مقام الصبا زمزم بالتقان أنا قبل لا أحكم على موضوعة الأداة أسأل أمير هذه القصيدة منهم لحنة الحان رادود أحمد الفتلاوي أحمد الفتلاوي تحياتنا لأحمد الفتلاوي الحبيب هذا محرم الراحب هذا محرم بالستة وتسعين أول ما صرت رادود أحد الأشخاص قل لي أنت صوتك حلو لازم تصير رادود سين طاني الشيخ كذو المنظور الكربلائي كتاب المنظورات الجزء الثامن بذاك الوقت ما كان مطبوع هالطباعة اللي طبعوها بالكويت كنت ما أعرف شنو صباه شنو بيات شنو حجاز ما أعرف نعم قلبت الكتاب طلعت لقصيدة يا عيوني يا عيوني يا حسين يا عيوني نسمع من شوية دا حافظة شيخي على سجيتي على فطرتي ش تسميها سميها رأسا قلت يا عيوني يا عيوني يا عيوني يا حسين يا عيوني حدث فارقني وياك داها يا حسين يا عيوني عيوني يا عيوني هذا ما أعرف قلبي ولا بمارامي النايبة مصيوبة والباري حسبي وارعب حرام مترمي له ومرعوب يشهد لي ربي خلوني خلوني شيخنا نقدر نعتبر هذا أول قصيدة بعمري قريتها شيخنا نقدر نعتبر هذا توارد لأن المقام ما بمساحة لا لا أنا اللي أريد أقوله أنه هذا الجمال بمقام الصبع وتوارد الأفكار وكذلك مقام الصبع من المقامات الصغيرة جدا يحتاج مثل ما قلت إلى تحدي وإلى إبداع وتفنن أكثر من عندك شكرا جزيلا أمير الضفيري نعم حجين لعزيزنا لحظة وحدة المستهل أديتها بحذافرة كل الجميل والربط كذلك بس بالأبياس كنت متذبذب يعني دورها تأدي المقام دورها ما تأديه فلازم تركز على المقام أكثر شكرا أمير الضفيري اتأهلوا يانا للمرحلة الثانية أعزائنا المشاهدين نشوف متسابق آخر ومبدع آخر فاصل وراجعي رجعنا وياكم ويانا المتسابق أحسين عيل لامي أهلا وسهلا يا حسين قصيدة الإمام الحسين والإمام العباس سلام الله أحسنت عليهم صليت لويل طمويت عيني بيمناي باقي شوية من ذاك اليهوان ندهت على النهار عباس عباس شين هل يوجعك وشغل عالمي شين هل يوجعك وشغل عالمي أخوي 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 من بعيد تدوس علي شفيت هالخيل والناس ما لقيت لا تشاف لا صدر لا عين لا رأس قمت أنصيح لسي أن يروح لك في دوايا عباس راح وارجع ووقف واصطي لي خيام وصيح يتحذرين يا أبوه لي الشام أخوي 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 الله يوفقك يا أحسنت 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 أحسين علي اللامي مع ذلك تأهل وياني المرحلة الثانية نشوف متسابق آخر ونقول متواصلين وياكم أعزائنا المشاهدين ويانا المتسابق أحمد عادل التميمي أهلا وسهلا يا أحمد أهلا وسهلا بك السهل علي الله يحب لك الله يوفقك إلى كل وقت موفق إن شاء الله أهلا 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 اشتركوا في القناة 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 الله يبارك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة